النهاردة يعني خلاص كده بتخلص رحلتنا مع المونديال اللي الناس كلها متبعاء ومستنية بفارغ الصبر تعرف مين هو هيبقى حامل اللقب وحامل كاس العالم وطولة كاس العالم النهاردة اخر يعني مباراة فيها بين فرنسا والارجنتين يا ترى مين اللي هيكسب حلم ميسي ان هو يفوز بكاس العالم في اخر رحلة فيه في كاس العالم وخلاص بعدها مش هيقدر يلعب مرة تانية كمان اربع سنين كاس العالم ام توهج امبابي للعالم كله شايفه قد ايه هو يعني حاجة كده خارقة للطبيعة شفناه في المونديال ده كمان برح شفنا المغرب بيخسر للأسف فرصة تانية للحصول على المركز الثالث بالخسارة أمام كرواتيا لكنهم في الحقيقة قدموا بطولة عظيمة جدا جدا شرفونا كلنا كعرب وافريقيين رفعوا سقف طموحاتنا كمنتخبات عربية ومنتخبات افريقية في البطولات اللي بعدها كده ان شاء الله احنا يبقى عندنا كده هدف في المستقبل ان ان شاء الله ان شاء الله احنا كمان يعني في مصر نقدر ان احنا نفوز ونقدر ان احنا نوصل كاس العالم ونقدر نوصل لدور الأربعة زيهم والحقيقة المغرب يعني من اكتر المنتخبات اللي احنا كلنا كعرب اتجمعنا عشان نشجعها وقدموا بطولة في الحقيقة شرفتنا كلنا معنا النهاردة في الاستوديو عشان يحللنا كده اللي بيحصل ونتوقع معاي كده اللي هيحصل النهاردة في المباراة النهاردة الناقد الرياضي محمد عفيفي نوارنا دايما يا عفيفي صباح الخير يا مصر انما كانوا في نهاية العرصة الأكبر في عالم كرة القدم وبلغة الضاد وبلغة الضاد صحيح لانه على الأراضي العربية وفي يوم اللغة العربية وبلغة الضاد منقول انه العرب يستطيعوا ان يكونوا في الفئة الأعلى في العالم في كل شيء يعني احنا الحياة استمتعنا جدا جدا مش عايزين المونديال داي يخلص اصلا مبسطين بي جدا من كتر ما شفنا كده حاجات غريبة مختلفة منتخبات يمكن متوقعنا هاش تماما ان هي توصل للمكان اللي هم فيها شفناهم بيلعبوا حلوة قوي قوي لكن خلينا نتكلم على منتخب فجئنا كلنا كعرب وافرقة وهو منتخب المغرب في الحقيقة قدم أداء مشرف جدا هل مبارح المغرب كان يستحق الميدالية البرونزية ايه اللي حصل مبارح؟ واصل للانجاز وكان قريب من الاعجاز المنتخب المغربي بالهوية العربية كلنا بنتكلم عن انه ده منتخبنا احنا مننا انا كنت معلق مرة بقول بنتنا اللي مننا على بسانة حميدة اللي جابت الميت متر كل واحد فيهم هو ابننا اللي مننا لانه احنا بنتجمع على يفوز المغرب المملكة المغربية توصل لأبعد نقطة وده اللي كنا بنبحث عنه ولكن كان في حدي بيسألني كده في المغرب يقول لي هو المغرب كده عملت ثقب في الجدار قلت له هي ازالة الجدار او قصرة الجدار اللي احنا اصلا عاملينه نفسنا حاجز نفسي كان عندنا كنا دايما نشاهدينه ايه احنا مستحيل نلعب قدام المنتخب الفرنسي ونكسبه لكن هما شالوا فعلا حاجز نفسي هما شالوا الحاجز اللي احنا حطينه نفسنا وبيقولوا ان هو جدار ما بيننا وما بين الدول الاوروبية او الدول اللاتينية اللي ممكن ان هما بيحاول بطلات كبيرة لا احنا نقدر بس لما نخطط صح نفتكر اخر مرة المنتخب المغربي كان موجود في بطولة مجمعة كان خسر امام مصر في امم افريقيا في بداية مطلع هذا العام في بداية الادور الاكسائية ما تقصرش اتبنى على الامر ده بدأ يفكره مين اللي يقدر يمسك المنتخب بعد خليلو زيتش هذا الرجل الذي يجب ان يحاكم بسبب انه كانت بيعمل حاجات غريبة مع حكيم زياش على سبيل المثاله استبعاده مزراوي العيبة تقيلة اوي كانت موجودة كانت مستبعدها من المنتخب جابوا راجل محلي بعقلية احترافية يصد فيه اللعبين اللي متربين برا بالعقلية الاحترافية فشوفنا منتخب ممزوج بعناصر خبرة بشباب بمدير فاني ذاكي جدا ومدير فاني ذاكي بفكرة انه كمان واخد الدورات التدريبية والحاجات اللي هي مقاهلة اصلا يعني فكرة انه الاستوب العلمي يا جماعة مش بس مين صاحب مين او مين عمل ايه قبل كده هل ده يقدر حتى لو هو ناجح هل يقدر يخدم اللي احنا عايزينه دلوقتي ولا مشيء ممكن يكون مارادونا على سبيل المثال تولى الادارة الفنية للمتخب الارجنطيني ولم يحصل على كأس العالم على سبيل المثال في 2010 عندما كان يتولى الادارة الفنية وكان عنده سكواد تقيل جدا وميسيا ايضا كان موجود فالفكرة في انه نتعلم ونعرف ازاي بالاسلوب الطرية لانه المغرب مغرب لوحدها فننفعش نقول انها خلاص كده قصر الحاجز كل بلده يعني فازوا على بلديكا وعلى اسبانيا وعلى منتخبات احنا فعلا زي ما انت قلت حاطين كده لنفسنا ايه ده احنا مستحيل نتغلب على المنتخبات ذي كان هما بكل اريحية فازوا على المنتخبات ذي صحيح مية في المية الثقافة اشرف حكيمي متربي اصلا في ريال مدريد ولما خرج من ريال مدريد راح للانده كبير وحاق معهم دوري ابطال اربا 2018 لما اصيب محمد صلاح في كتف وكان هو في السكواد في ريال مدريد ومع بعد ذلك الدوري الايطالي ثم مع بعد ذلك متواجد دلوقتي مع بريسان جرماي يعني قصة كبيرة مزراوي بيلع في بايرني ميونخ الاسماء كلها يعني احنا بنتكلم عن انه كل الاسماء محترفة بالعقلية بالعقلية ويقدروا ان هما ينفزوا اوتر تكتكية تتناسب مع امكانياتهم علشان يقدروا يوصلوا الابعض نقطة مع مدير فاني زاكي مع ادارة من كرة القدم المغربية بتحاول انها توصل هذا المنتخب لمكانة محترمة وصلوا للمركز الرابع علمان كان ينقصهم فقط الوصول المبرانهية كان حلم طبعا يبقى الاعجاز الحقيقي هو ده انجاز بس كويس طبعا خليني ابني على ده قبل بقى ما خش في المبرانه نهائية وبتاع بس انا طبعا يهمني بقى كعربي وكمواطن عربي ان انا ابني على ده النجاح عدوى وانت لو لما شفنا الارجنتين طلعت قبل كده طلعت معها الكرة اللاتينية كلها لو في المنتخب الكوري كسب هتلاقي في لعبة من الصين ومن تاقمين ومن وبيتخدوا بيحترفوا على حسب ان هو ايه نفس الهل ده حيفيد اللغة العربية المنتخبات العربية بمناسبة اللغة العربية هل ده حيفيد الكورة العربية يعني عندنا صلاح وعندنا المغرب وعندنا قطر اللي نظمت فعندنا مفردات حلوة قوي ممكن نبني عليها انا قبل ما خش بس في قصة النوطش النهائي عايزك تديني كده رشدة سريعة لو عايزين نبني على ذنب بزي واسف لطول السؤال يعني لا 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 بس هو صح لانه هو كلام سليم يا في الماء احنا بنكلم عن انه تنظيم مثلا قطر تنظيم قطر يدي كريدت اكبر لملف مصر لإصطدافة 2036 لأولمبياد مثلا يعني لما تنجح مصر في الكوب تواني سيفن مثلا بتدي كريدت اكبر كان لكاس العالم ما قبل انطلاقته طبعا فكل حاجة بتسمع لانه كيان واحد لانه وانا بتكلم بقول احنا هوية عربية بس في نفس الوقت احنا مش زي بعض عشان ما نقولش ان المغرب عاملة كده فمصر هتعمل كده لا انت تقدر تعمل كده بامكانياتك انت ما هو الخامة بتاعتك مش الخامة بتاعته بس العقلية بتاعتك قريبة من العقلية بتاعتك فتعرف ازاي هو وصل للمكانة دي وتبدأ تترجم ده مع امكانياتك انت ازاي النجاح يبقى عدو بقى هنا نعمل ايه الطريقة الاسلوب الاسلوب الاطار العام احنا ما بتتنظم طولة لما الولمبياد كانت في توكيو 2021 بمسماعة 2020 جوم شايفه مصر عملت ايه في مونديال اليد اللي كانت في 2021 قبل الالعاب الاولمبية علشان ازاي تحافظ على موضوع الكوفيد وانه البابل طب احنا عارفنا البابل منين مش مصر يلا عمنا البابل بالملاسف او لاجه فقاعة الصحية خدتها منين من الان بي ايه اول ما ابتدى انه يرجع دوري كرة سلة امريكي المحترفين الكرة السلة يعني شفناها عملت ايه ناك فطبقنا هنا فاليابان على مستوى اكبر خدت من مصر لانه الان بي ايه مش زي بطولة مجموعة لان اخر واحد بالزبط فبدأ كله ياخد العدو فكرة الاطاق الفريم العام اللي هو انت بتشوف ايه النجاح جنن وبتكاد تطبق على امكانياتك واسلوبك وطريقتك وهل ينفع معاك ايه الاسلوب المناسب علشان تقدر تصل للنجاح ده الصح بس الاهم مش فنيا الاهم سيكولوجيا لانه حتى وليد ريجراجي هذا المدير الفعل المحلي واداريا واداريا طبعا والقيادات تكون صح ومن يستحق هو اللي يكون موجود زي وليد ريجراجي هو اللي موجود صح وتعامل سيكولوجيا مع لعبين صح فقدر يطلع افضل ما لديهم صح فوصل للمكان المحترم ان يكون فيما بين افضل اربع متخبات في العالم ومن النهاردة بيتكلم عن انه امم افريقيا اللي جاية اي مكان وقتها يعني هتبقى في كوديفوار مش هتبقى شهر ستا جاية هتبقى في يناير من العام مش اللي جاي اللي بعديه كمان مع التأجيلات اللي حصلت او طرقت على الموعيد لكن بيفكر منتخب المغرب انه لا انا رقم واحد دلوقتي في القارة الافريقية يجب ان احصل على كأس الامم الافريقية بيفكروا من دلوقتي مع مجموعة من اللاعبين تقدر في 2026 تكون جاهزة زي متخبنا الوطني الاول لانه احنا بنعمل مشروع دلوقتي مع روي فيتوريا البرتغالي لازم نتعلم من او لعدوى بقى في فكرة النجاح من التجربة المغربية لانه معدل الاعمار بتاع متخبنا الوطني زي معدل الاعمار متخب المغرب صغير فيقلر في 2026 يبقى موجود في كندا وامريكا ولمسيك عارف الحلوة قوي في المونزيال ده ايه انه كل حد كان قاعد كده مرتاح في مكانه فكر انه احسن واحد في الدنيا شاف شباب صغيرة جدا جدا سواء من المغرب او من بابي حتى اللي لسه صغير في السن لكن ما شاء الله عنده تواهو كبير قوي في الكارير بتاعه 23 سنة ممكن النهاردة كاس على مرتين بزفر على المرة تانية كنت لسه حالا هقولك انه شفنا لعيبة ومنتخبات مختلفة جدا شفنا واحد زي بونو ده ما شاء الله جلو يمكن بيقولوا بعد ميونيخ عرض عليه انه يحترف انهيك بونو بزفر الحرس المغربي فانا النهاردة شايفة لعيبة ومنتخبات بتلعب بتقدم اللي عليها بتعمل اكتر من اللي عليها الحقيقة فاي حد النهاردة قاعد مكانه كده مستريح لازم يفكر مرة واثنين وثلاثة ميسي النهاردة لو ما قدرش انه يفوز بكاس العلم هيبقى مفس بيه في تاريخه لكن ان بابي هتبقى دي تاني مرة ليه ولسه عنده 23 سنة يعني لسه قدامه اتنين او تلات كاس عالم تانين يلعبهم ده قد ايه بيأثر على النفسية النهاردة هل النهاردة ده هيكون أثر عن نفسية مستري في هيلعب يعني هياكل النجيلة زي ما بيقولوا اكيد مية في المية واللي حوالي بيخدمه عليه لانه كله في منتخب الارجنطين بيبحث عن انجاز ليهم كشباب لانه معظمهم شباب صغير هي الكاس العالم اللي جاي كندا امريكا والمكسيكا لكن ليونال مستري دي اخر نصغة وليونال مستري في مسيرته دي اللي عمل فيها كل حاجة جماعة الاندية مفزش غير بكوبة امريكا واحدة اللي هي كأس امريكا الجنوبية كانت مؤخرا في بريدو جانيرو في البرازيل ويبحث عن كأس العالم لانه دي خامس كأس العالم يشارك فيها ولم يحصل على اللقب فانجاز كبير هيكون ليونال ميسي لختام مسيرته الاحترافية بالمستوى المرغوب المطلوب بالنسبة لي جماهير التانجو انه ميسي يستحق هذه المكانة وكتير من الناس متعاطفة معاه لكن على الجانب الاخر هناك فريق غريم هناك منتخب فرنسا هل ليونال اسكالوني المدير الفني للارجنتين عمل السكاوتينج الصح في مباراة على الشعرة تكتكين على الشعرة تكتكين لان المباراة دي هتبقى مفتوحة ولكن اي غلطة بورطة لانه مين هيدبط الاقاع في نصف النقب احنا عندنا تفاصيل صغار جدا في القلاء الدفاع على سبيل المثال فاران في فرنسا بطيق شوية كونتي بطيق شوية في الانطلاق مين يستغله عثمان دنبلي عثمان دنبلي ده بالمناسبة الجناح بتاع برشلونة اللي هو بتاع فرنسا من اصوله عربية موريتاني الاصل عثمان كينيا نمبابي من اصول جزائرية لان والدته جزائرية ووالده كاميروني او اصلا كان ترافر نو قبل كده طلع قال ان يمكن لما فرنسا قبل كده فازت يعني بكاس العالم اللي فات ان افريقيا فازت بكاس العالم اللي فات لانه معظم اللعيبة هناك اصول افريقية عربية احنا كان فيه 11 من المتخب المغربي و7 من المتخب الفرنسي في مباراة المغرب وفرنسا من القرأ الافريقية يعني 11 بتاع المغرب غير 7 بتاع فرنسا يعني لكن اه لا المتخب فرنسي عنده قوة هجومية طغية وليبي جيرو دلوقتي بدأ ان هو كمان بيعبر حاجز عدد الاهدف بالنسبة لتيري هونري مثلا على سبيل المساقفة الرجل اكتشف ذاته تاني مش بس مع الميلن مع المتخب فرنسا في غياب كريم بن زيمة اللي هيحضر الهدف في المدرجات مش هيكون في الملعب حتى وإن شوفيا خلاص بشكل نهائي ده خلاص أكيد كده بشكل نهائي مش هيدفع به خالص ولا ينفع أصلا وانا لو كان ديدي شان المدير الفني للمتخب الفرنسي ما ينفعش لا يصلح انه لعب يدخل ما بعد هذا اصلاي دي دي مش دورة ودي يعني نهضر فيها طبعا طبعا فيه برضو فرين موجود للمنتخب فيه تركيز بالنسبة للعبين ما ينفعش حتى هو يقوله حتى لما سؤل في المؤتمر الصحفي ما يرضاش يرد لأنه ما ينفعش يأثر على قول فيجيرو على أي لعب موجود في التشكيل بالنسبة أو أنتوان جريزمان أو بالنسبة للمنتخب الفرنسي أنا عندي سؤال برضو مستقبلي وفلسفي شوية ما عليش يستحمل اللي حبيب فيها النهاردة لو فرنسا كسبت وبمعدلات الأرقام والتحليل التشكيل الفرنسي أتقل يعني إحنا الأرجنتين بنقول ميسي ورفاقه إنما الفرنسا فيه إدارة وفيه علم وفيه فيه خبرات على الأرض فيه خبرات لو المنتخب الفرنسي كسب وده السيناريو الأرجح يعني فيه التوقعات هل ده حيفيد برضو الكرة العربية والمنتخب المغربي اللي خسر لأن على اعتبار المغرب وفرنسا يعني اللاعيبة رايحة جاية على الأندية هناك طيب نشوف فيه عقلية في مصر كيف بعض الناس قالك إيه أنا كسبت الفريدة فالفريدة هو اللي كسب فأنا بطل يعني فيه حاجة فيه ناس كده بتاعد تقول الكلام دوت يعني أنا مقتنع فيه لا يعني تونس كسبت فرنسا في دور المجموعات في فرنسا غدا كسبت عالم النهاردة فالنس بطل العالم ما تركبش يعني لأ طبعا لأ عشان بس نبقى واقعين لا أنا ما تكلم على مستوى اللاعيبة والاحتراف ونقل الخبرات والإدارة وكل القصص دي بالنسبة لعرب والأفارقة مش قوي لأنه الآن دي هتختلف عن المنتخبات لكن بالنسبة للمنتخبات الفكرة في أنه ليه ما نحققش كلعبين من أصول إفريقية بس لو تأسسوا صحا كروية لأنه اللاعبين اللي موجودين فيه التشكيلة الفرنسية اللي من أصول إفريقية أو حتى عربية مش متأسسين أصلا في بلادهم الأصل يعني طلعين ومتربيين ومولودين في البلاد بلاد المهجر فوغدين الأساس والفكر سليم لكن المغرب عملت الحاجة الحلوة دي فكرة أنه أجيب الناس اللي في بلاد المهجر يعني زي أشرف حكيمي أشرف حكيمي مولود أو حكيم زياش أو 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 من اللاعبين اللي موجودين فبيبدأ أنه يجيبهم بلاد المهجر ويبدأ أنه يحافظ عليهم لمنتخب بلاده ويرسخ في دماغهم فكرة أنه أنت أتلاقي مكانك في منتخب مغرب أو منتخب مصر لأنه عندنا برضو في بلاد المهجر كتير لكي مش هتلاقي مكانك حتى لو أنت بتاعب ناشئيني وشباب وأولمبي لأنه معظم فيه لعبين على فكرة في المتخب المغربي لعب وناشئيني وشباب في المتخب فرنسا وبعد كده في المتخب الأول مش هتلاقي مكانه طب هو المتخب المغربي قدر يلعب على قصة أبناء المغربة المهاجرين لأوروبا صح من سنين من سنين صحيح صحيح محمد صلاح من نجريج من قرية وده استثناء طب بس أنا عندي بقى مصريين في الخارج قد كده ده أكبر مصدر دخل للخزينة المصرية تحولات المصريين في الخارج وفي المنطقة أنت بتتكلم في نسبة مصريين بره كتير جدا صحيح لسأني لم أستثمرتهم لأنا عملت لهم مؤتمر صحيح وعملت لهم لقاءات وزيرة الليزارة الرجال لكن ملف في الرياضة هل كان حاضر على أجندة المؤتمر ده اللي أنا أتكلم حتى لو حاضر ملوش علاقة عشان نبقى وقعين اتكشفين الناس اللي رجليها في الموضوع هي اللي تروح تجيب اللعيب من بيته ومن قطعات النشئين في الأندية تدور ربما هي تجربة نكحة هاي طيب خليني معلش بقى أنا بس عشان عايزة عشان وقت الفقرة أنه أنا فيه كده نظرية سريعة جدا بتقول إيه أنه رونالدينيو راح باريس سان جرمان في 2001 جاب كاس العالم مبابي راح في 2017 باريس سان جرمان جاب كاس العالم 2018 ميسي امتقل باريس سان جرمان تفتكر هيفوز بكاس العالم أولا لا وهل أصلا اللي هنا المنافسة مقتصرة على مبابي ومسي ولا فيه عناصر تاني عناصر بالجملة في فرنسا أو الأرجنطين في الاتنين أمور فنية كثيرة جدا نحن نكلم عن نهاية كاس عالم نهاية الكاتجر الأعلى في عالم كرة القدم أمور فنية كثيرة جدا ليونالس كلوني المدير الفني للمنتخب الأرجنطيني كان هو مساعد من مساعدي سان باولي في كاس العالم 2018 لما خرجه قدام فرنسا في الدورثومن النهائي لما خسره بنتيجة 4-3 مباراة من أكتر مباراة إثارة كان فيه أفضل هدف في كاس العالم بالمناسبة فإنه لا العقلية اتطورت ليونال ميسي حالة في قصة اللعبين يقدر يخدم على الأداء الهجومي مش لازم أنه يسجل لكن معاما جمعة من اللعبين الصغيرين اللي بيتعامل معهم بشكل زكي جدا على الأرض الملعب بتحركات اكتكية بشكل يخدم على الأداء الهجومي لكن هم عندهم نص ملعب وهجوم دفاع فيه برضو بعض العيوب لأن أوتوميندي برضو كبر في السن وعنده بط مين يقدر يتحكم في الإقاعة في نص الملعب ويقدر أنه يخلق المساحات في الدفاع الغريم والمتخب الفرنسي عايز كده يعني المتخب فرنسا النهاردة ممكن يسيب للسحوازن المتخب الأرجنتين علشان يطير ديمبيلي يحرر أنتوان جريزمان يطير كليني مبابي والتقديم من الأطراف أو من العمق اللي هي أوليفي جيرو لو هيبدأ المباراة نهاردة فيه كلام فيه تقرير صحفية بتقول أنه ممكن أوليفي جيرو مش هو يبدأ المباراة نهاردة لكن أعتقد أنه على الأغلب هيكون بادئ هذه المباراة بشكل عام مش بس اللعبين آكليني مبابي هو كان الحل في الهدف الثاني في مباراة المغرب مع المنتخب الفرنسي ميسي خمسة أهداف كليني مبابي خمسة أهداف مين هيكون فيهم هداف المونديال بشكل عام أنا شايف أنه لا تفاصيل كتيرة جدا فنيا لو نخوض فيها بحالات كتيرة جدا كانت فيه مباراة ستة ماضية لكل المنتخب لكن بشكل عام أنا شايف أن المنتخب الفرنسي عنده حلول أكبر ثقافة الفوز اللي وصلها لعبية حتى وإن خسروا مباراة في دور المجموعات أمام المنتخب تونس ودي برضو تقولنا أنه في حاجز ممكن نحن نكسره لو بس مفكرناش في المباراة لأن تونس خسرت نفسها أودام أستراليا مثلا فكرة أنه أنت بتلعب إزاي وبدون ضغوط إحنا نحط علينا الضغط بنقعة المنتخب الفرنسي بعقليته مثلا زي المنتخب الرجنطين بعقليته بس المنتخب الرجنطين عليه ضغوط أكبر لكن المنتخب الفرنسي عنده حلول أكبر فنية على الأرض الملعب مهارية تخدم على أداء الجماعة والنتيجة بإجابية وأداء جماعي بشكل عام بحلول يقدر من خلالها أنه يخلص لأنه اللعيبة حتى اللي مش متقلقة مع عتلة كمادريد مثلا أنتوان جريزمان أو جيرو أكتر من من يضيع فرص في الدوريات الأوروبية لكن متقلق وده عامل حالة مع دي دي شان اللي بيقدر أنه يوصل للمكان من قائمة مدراء المتخب الأوروبية اللي اتنين على قدر اللي اتنين مبعد الحداشر اللي موجودين اللي من تحت أو من البنش بنشوف المدير الفني بيراهن في اللحظات الحاسمة بينزل حد بيجيب جون شفنا ده أكتر من مرة في الموندية صحيح ومن المتخبك بما فيها المتخب المغرب بالزبط ولكن بالنسبة لأسماء التقييل لإحنا بنكلم على أسماء مش مهارات فردية في العيبة مش أسماء لكن بتقدر أنها تنزل ترس وسط تروس تتأقلم وتمشي مدر اللي بقول بالزبط كده لكن كأسماء ما أعتقدش أنهما أسماء تفرق قوي بالنسبة لنا لكن خلال المونديال احنا بنكلم مثلا مبارات أهلي وزمالك ممكن هي تبقى مبارات النقلة للعبين مختلفين نفس الكلام في المونديال احنا بنكلم على لعبين تطور أداءهم حتى وإن كانوا مش عاليين قوي في الموسم مع الأندية بتاعتهم حتى مع متخمة فرنسا ومتخمة أرجنطين نفس الكلام بالنسبة للمونديال أسماء مش كبيرة قوي لكن ممكن تاخد دورها كبديلة حتى في التشكيلة وتقدر أنها تنزل تغير وتحير وتعمل شغل كبير جدا يخدم على الأداء الجماعة للمتخمة هل ماسي لو فاز بكاس العالم ده يقدر أنه يعتزل بعدها خاصة هيكتفي ويعتزل دوليا من بعدها هو كده كده مش هيحق مونديال أمريكا كندا والمكسيك مش هياخد قرار الأعتزال مباشرة أنه هو يكمل ممكن الموسم ده والموسم اللي جاي كمان مع بريس سانجرمان وبعد كده ممكن يفكر في الأعتزال لكن الأعتزال الدولي هو اعتزال في 2016 دوليا لما حس أنه هو مشقدر يعمل حاجة وبعدين رجع في 2018 وشارك مع منتخب بلاده وبعدين مكمل أهو المسيرة لكن لو فاز بهذا اللقب مش هقولي أكتفي لأن اللعبين اللي بره ما بيكتفوش لما بيقارن ومقارنة ظالمة كل واحد نجمه في مكانه لكن أعتقد أنه قادر ليونال ميسي أنه ينافس وأعتقد أن الأقرب منتخب فرنسا يفوز باللقب شكرا لك يا عفيفي نورتنا ونشكرك على قراءتك الوفية دايما وبنتمنى النهاردة أكيد الفوز للأنسب ويعني منتظرين إن شاء الله الماضي نهاردة الساعة 5 منفكر مشاهدينا شكرا لك مرات شكرا لكم جدا شكرا لكم